لتسليط الضوء أكثر على ملف الانشقاق الداخلي في الإطار التنسيقي وتفاقم الصراع السياسي بين المالكي والسوداني ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميد دعي أهلا بك سيد لبيد بداية هناك حراك حاليا داخل الإطار التنسيقي بشأن وضع سلسلة إجراءات تقلل حظوظ السوداني حال رغب بالترشح على الانتخابات القادمة فيما اتهم المالكي سوداني أيضا باستغلال موارد الدولة لصالح الترويج لنفسه كيف تفسر ذلك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أهلا بك نعم أصل هذه الحملة وخلفية هذه الحملة تعود تاريخيا نتعود إلى أشباط الماضي لأن الإطار التنسيقي في ذلك الوقت أجرى عملية تحليل يعني دراسة عدد دراسة لتحليل أوزان أحزابها في الانتخابات المقبلة فاكتشف أن السوداني مقبل على الحصول على نحو ستين مقعد فيما إذا جرت الانتخابات في موعدها في العام المقبل في عام ٢٠٢٥ فأن السوداني سيحصل على نحو ستين مقعد في البرلمان وما دلل على ذلك أؤكد على أن هذه الدراسة تقترب من الحقيقة والواقع فأن الحلفاء المالكي أو الحلفاء السوداني وهم محافظون أقوياء فاجئوا في انتخابات المحافظة يعني في البصرة فاجئ سعد العيداني وفي كربلا وفي واصل محمد المياحي وهؤلاء يشكلون أهم الأعضاء أو أهم قادة أو ربوس التحالف الذي ينوي السوداني أن يبنيه ويتقدم في الانتخابات لذلك يعني هذه النتائج التي قامت بها التحليلية التي قاموا بأجروها أصبحت مخيفة بالنسبة للجميع يعني الجميع القوى التي تمثل الإطار التنسيقي وعلى رأس هذه القوى النور المالكي لأننا نعرف بأن النور المالكي هو متهالك على مسألة العودة إلى رئاسة الحكومة فإذا قيض للسوداني أن يفوز بهذا العدد من المقاعد في البرلمان فأن فرصة رئاسة الحكومة ستقول إليه التأكيد طيب هل يمكن القول أن السوداني تمرد على الإطار وبات يهدد ويلتهم مكتسباتهم؟ يعني هو الإطار التنسيقي بالحقيقة يعني هو عبارة عن تجمعات صغيرة باستثناء المالكي المالكي يمتلك عددا أكبر من الأصوات كما نعلم لكن السوداني بالأساس كان يمتلك حظوظا أكثر من أو يمتلك عددا من المقاعده أكثر من الكثير من القوى الأخرى مثل جماعة الهادي العامري وجماعة القيس الخزعلي والميليشيات قادة الميليشيات فهو كان بالأساس أقوى الضعفاء عندما تشكل الإطار التنسيقي ثم أن السوداني استفاد من وجوده في الحكومة على رأس الحكومة باعتبار أنه كان أفضل من سابقيه أو قل أنه أقل سوء من سابقيه ثم أجرى عددا من الإنجازات إذا صح التعجير فيما يتعلق بإعادة مصفى بإجهل التشغيل وإستعادة أجزاء كبيرة من المصفى افتتاح مصانع الحديد والصلب في البطرة بناء مشاريع هناك إنجازات لا نستطيع أن ننكر ذلك لكن هناك من قال أن مثل هذه الإنجازات كانت على وشك أن تتم وما قام به السوداني ليس أكثر من افتتاحها وقد تمت وأنجزت يعني لم يبدأها من الصفر وإنما كانت على وشك أن تتم على أي حال أريد منك متكرما أستاذ لبيد أن تتابع إجابتك فيما يتعلق بإلى أين ستتجه الأمور برأيك في ظل ظهور هذا الانقسام بين شركاء العملية السياسية إن صح التعبير أنا برأيي أن الأمور سيتم حشر حشر بالنهاية حشر السوداني أمام خيارين كلاهم أمور إما أن يقبل بالقانون أنه يقومون بأولا يقومون بسن قانون يعني المالكة حاليا يسعى من أجل تعديل قانون الانتخابات على النحو الذي يجعل عدد دوار الانتخابية في العراق خمسين دائرة ومنها عشر دوائر في بغداد يعني وهذا الهدف منه أنه يضمن بأن السوداني لن يستطيع الحصول على عدد كبير من المقاعد يعني هناك محللون يقودون أنه بموجب هذا القانون السوداني لن يحصل على أكثر من أربع مقاعد في البرلمان وبالتالي لا يريدوا يعني حتى المالكي سيتضرر من هذا القانون لكن الهدف الأساسي أنه أن السوداني لا يستطيع أن يخرج من عباءة الإطار التنسيقي في النهاية يعني ويبقى تحت خيمة الإطار التنسيقي وبالتالي سيكون تحت رحمة الإطار التنسيقي الخيار الآخر يعني هو أنه في حالة أنه يقرر هذا القانون يحتاج أو لإقرار هذا القانون يحتاج المالكي بالحقيقة إلى التنسيق مع القوى الكردية ومع القوى السنية لكي يضمن إقرار هذا القانون في تحت قبة البرلمان طيب بعد أن أصرت بعد أن أصرت أحزاب السلطة أستاذ لبيد على اعتماد قانون سانت ليغو كما تعلم خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة يجري الحديث اليوم بشأن إجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات ما الهدف من هذا الأمر باعتقادكم؟ نعم الهدف من هذا الأمر نعود إلى إذن نعود إلى الانتخابات المحافظات الانتخابات المحافظات إذا قلنا على سبيل المثال ما جرت في البصرة في البصرة حصل أسعد العيداني على أكثر من 160 ألف مقعد نعم فهذا المقعد على أكثر من 160 ألف صوت هذا العدد الكبير من الأصوات مكن طبعا أسعد العيداني من الحصول على المقعد والفائض تمكن بفضله بفضل هذا العدد الكبير أن يفوز 12 مرشح أيضا للمقعد يعني استطاع هذا العدد أن يضمن 12 مقعد لتحالف أسعد العيداني وبما أن أسعد العيداني أحد حلفاء السوداني وبما أن السوداني مرشح أو يعتقد بأنه مرجح بأنه سيحصل على عدد كبير من الأصوات في حال في الانتخابات المقبلة لذلك بموجب القانون الحالي بموجب القانون الحالي سيستطيع السوداني أن يوفر مقاعد أضافية بالإضافة إلى مقعده المضمون لذلك يصعون إلى تغيير قانون الانتخابات أو إعادة تشكيلي بطريقة تتناسب مع فكرة توزيع المقاعد كمان فلذلك هما يريدون أن يريد المالكي وجماعته أن يغيروا القانون بحيث أن مهما كان عدد الأصوات التي يحصل عليها الفائض لن تخوله بزيادة على المقاعد أكثر من مقعده طيب كيف تفسر رصائل المالكي السرية لمقتدى الصدر عن إمكانية تعودته إلى الحياة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة بحسب ما كشف موقع ميدل إست مونيتور وهناك حديث عن أن التحالف بين السوداني وقيس الخزعلي هو الذي سبب قلقا لدى المالكي فما زال يسعى حاليا إلى صناعة ما يشبه التحالف مع الصدر رأيك فيه تفضل نعم الجواب في السؤال هو فعلا بما أن هناك تقارب أو هناك شبه التحالف بين الخزعلي والسوداني فإذن المالكي سيحرص على اللعب على التناقضات وهذا هو مبتأ فيها لذلك يعرف أن الخزعلي هو غريم الصدر لذلك سيستفيد من هذا التناقض بينهما من أجل محاولة استقطاب القدر ومحاولة جره إلى الانتخابات أو محاولة استرضائه فيما يتعلق بتحالف ربما مقبل بعد الانتخابات القادمة فهذه هي محاولات المالكي وأنا أعتقد حتى المالكي سيحاول مع القوة السنية من أجل أن يضمن إقرار القانون الذي تقدم بمقترحات بشأنه يحاولوا أن استرضاهم من خلال أيضا مسألة عادة الحلبوسي إلى رئاسة برلمان ومن حاولة استرضاء القوى الكردية أيضا من خلال عادة النظر بقانون بما يتعلق بالمحكم الاتحادية الذي قررته بشأن بسلت تقاسم مسألة الثروة النفطية فمحاولات المالكي ستجري على قدم الوثاق بشأن أنه تجميع هذه القوى لتقوية حضوظ حضوظ تعديل القانون الانتخابي على النحو الذي مرت نعم مما الموضوع التحالف الوطني المعارض لبيد دا الصمي دعيكم تماعنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك